بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ سعد إبراهيم الجريس معلم تربية خاصة في مأحد التربية الفكرية غرب الرياض المرحلة الدراسية المتوسط للصف الثاني متوسط لمادة الرياضيات تعليمات الدرس أرجو من الأسرة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتب والأدوات اللازمة والاستعداد للدرس توصيات للأسرة حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرستي لمواكبة المنهج وإطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية أداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب أرجو منك عزيز الطالب قبل البدء بالدرس أن يكون المكان مناسب ثانيا عدم الأكل أو الشرب أثناء الحصة أرجو منك عزيز الطالب عدم الإنشغال بالأكل أو الشرب أثناء تقديم الدرس ثالثا إحضار الأدوات اللازمة مثل الكتب والأقلام الوحدة الرابعة لمادة الرياضيات الدرس الثاني وحدة السعة الملي لتر درسنا لهذا اليوم عزيز الطالب هو وحدة قياس السعة الملي لتر أهداف الدرس أولا أن يقرأ الطالب تعريف الملي لتر بشكل صحيح ثانيا أن يستخرج الطالب الأدوات المستخدمة لقياس الملي لتر بشكل صحيح ثالثا أن يصنف الطالب الأشياء التي تقاس بالملي لتر بشكل صحيح وحدة قياس الملي لتر ما هي هذه الوحدة؟ الملي لتر هي أصغر وحدة عفوا إذن الملي لتر هي أصغر وحدة لقياس ماذا؟ لقياس السعر نستخدم هذه الوحدة لقياس السعر الملي لتر هي أصغر وحدة لقياس السعر الذي يمكن وضعه داخل حيز مثال على استخدامات الملي لتر عندما نريد قياس أو عندما نريد تناول الأدوية وحدة القياس الملي لتر يرمز لها بهذا الرمز حرف الميم وحرف اللام حرف الميم وحرف اللام يوجد لدينا هنا معادلة حسابية بسيطة ألف ملي لتر يساوي واحد لتر ألف ملي لتر يساوي واحد لتر وحدة قياس الملي لتر هي أصغر وحدة لقياس السائل الذي يمكن وضعه داخل حيز مثال على استخدامات الملي لتر عندما نريد تناول الأدوية رمز الملي لتر حرف الميم وحرف اللام حرف الميم وحرف اللام ألف ملي لتر يساوي واحد لتر يساوي واحد لتر نقوم باستكمال ما تبقى من تمارين هذا الدرس النشاط الرابع ضع المنتجات التي تقاس بالملي لتر في مجموعة واحدة يوجد لدينا في هذا النشاط عزيز الطالب مجموعة من صور المنتجات سوف نقوم بالتعرف على هذه الصور ومن ثم وضع جميع المنتجات التي تقاس بالملي لتر في مجموعة واحدة في مجموعة واحدة الصورة الأولى صورة عبوة كبيرة عبوة كبيرة تحتوي على العصير الصورة الثانية كذلك عبوة كبيرة تحتوي على الحليب الصورة الثالثة صورة بركة سباحة بركة سباحة الصورة التالية صورة عبوة صغيرة من العصير الصورة الثانية صورة صورة كوب حليب الصورة الأخيرة عبوة صغيرة من الماء عبوة صغيرة من الماء النشاط يقول ضع المنتجات التي تقاس بالمليلتر في مجموعة واحدة الصورة الأولى عزيز الطالب لقياس السائل الموجود داخل هذه العبوة هل نستخدم المليلتر؟ أحسنت هذه العبوة تعتبر عبوة كبيرة لا نستخدم المليلتر لقياس السائل الموجود داخل هذه العبوة الصورة الثانية صورة عبوة زجاجية تحتوي على الحليب لقياس السائل الموجود داخل هذه الزجاجة هل نستخدم المليلتر؟ أحسنت لا نستخدم المليلتر لأن كمية السائل أو كمية الحليب الموجود في هذه الزجاجة تعتبر كميته كبيرة الصورة الثالثة لقياس كمية السائل الموجود أو كمية الماء الموجود داخل بركة السباحة هل نستخدم وحدة القياس المليلتر؟ أحسنت لا نستخدم وحدة القياس المليلتر لأن كمية الماء الموجودة داخل هذه البركة تعتبر كمية كبيرة جدا كمية كبيرة جدا الصورة التي تليها صورة عبوة صغيرة تحتوي على عصير هل نستخدم وحدة القياس المليلتر لقياس الأصير الموجود داخل هذه العبوة؟ أحسنت هذه العبوة تعتبر عبوة صغيرة لقياس السائل الموجود داخلها نستخدم وحدة القياس المليلتر كذلك في كوب الحليب هل نستخدم المليلتر لقياس السائل الموجود داخل هذا الكوب؟ أو لقياس الحليب الموجود داخل هذا الكوب؟ أحسنت كمية السائل الموجود في هذا الكوب تعتبر كمية قليلة لقياس هذا السائل الموجود نستخدم وحدة القياس الملي لتر الصورة الأخيرة الموجودة لدينا هي صورة عبوة صغيرة عبوة ماء صغيرة لقياس السائل الموجود داخل هذه العبوة لابد أن نستخدم وحدة القياس الملي لتر وحدة القياس الملي لتر كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بوضع المنتجات التي تقاس بالمليلتر في مجموعة واحدة لم نقم بتمييز المجموعة الأخرى لأننا لا نستخدم وحدة القياس المليلتر لقياس السائل الموجود في هذه الصور الثلاث النشاط الخامس أكتب وحدة القياس المناسبة لقياس السوائل التالية يوجد لدينا في هذا النشاط عزيز الطالب مجموعة من السوائل سوف نقوم بكتابة الوحدة المناسبة لقياس السوائل الموجودة في هذه الصور الصورة الأولى صورة أداة لتناول الأدوية لقياس السائل الموجود داخل هذه الأداة ما هي الوحدة المناسبة لقياس السائل الموجود داخل هذه الأداة أحسنت الوحدة الصحيحة والمناسبة هي المليلتر لأن السائل الموجود داخل هذه الزجاجة أو داخل هذه الأداة تعتبر كمية قليلة جدا الصورة الثانية صورة عبوة بلاستيكية تحتوي على العصير لقياس العصير الموجود داخل هذه العبوة هل نستخدم وحدة القياس الملي لتر أو نستخدم وحدة قياس أخرى؟ أحسنت وحدة القياس المناسبة لقياس السائل الموجود داخل هذه الصورة هي الملي لتر الصورة الثالثة صورة عبوة زجاجية تحتوي على الحليب لقياس السائل الموجود داخل هذه العبوة هل نستخدم الملي لتر أو نستخدم وحدة لتر؟ أحسنت السائل الموجود في هذه العبوة كمية قليلة لابد أن نستخدم الملي لتر الصورة الرابعة والأخيرة صورة بركة سباحة بركة سباحة لقياس الماء الموجود داخل هذه البركة هل نستخدم وحدة القياس الملي لتر؟ أحسنت لا نستخدم وحدة القياس الملي لتر نستخدم وحدة القياس اللتر إذن الصورة الأولى قمنا باستخدام الملي لتر كذلك في الصورة الثانية كذلك في الصور الثالثة يوجد لدينا هنا عزيز الطالب مجموعة من المنتجات لقياس السائل الموجود داخل هذه العبوات لا بد أن نستخدم وحدة القياس الملي لتر لأن كمية السائل تعتبر كمية قليلة في نهاية هذا الدرس أشكر الطالب وأشكر الأسراء على استماعهم وإنصاتهم أتمنى لهم التوفيق والسداد هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد